المشاركة المنزلية ده أنا لست كنت هسأل نيافتك بعض الرجال بيوظدموا من طلب استيت بعد الجواز أنا تعبتوا خصوصا لما كمان تكون حامل مثلا أو لسه والدة تقولوا معلش ممكن تعمللي ده بدل أنا مش قادرة أنا صهرانة طول الليل فهقول لها لأنا ما تعودتش كده في بيتنا لأنه هي في أول الجواز يعيني بتبقى عايزة تبسطه وعايزة تدلعه فما بتخليهش يشيل حاجة فلسه كنت أقول نيافتك الكلام ده سوري يعني يعني الكلمة ده مش ببسط منها أصلي هي عايزة في بيتنا الجواز تدلعه مش معنى هو ما يدلحهش في بيتنا الجواز وإنتا مش عب كنت لازق جنبها مش عاوش تسيبها فترة خطوبة يا أخي ما تلزق معاه في المطبخ ما بعد الجواز حاجة عجيبة يعني غريبة شوي لا الدلع متبادل والمشاركة متبادلة والتعاون متبادل عشان كده من الحاجات المهمة أوي نانسي تناقش في فترة الخطوبة المشاركة في البيت وهنا الحقيقة لما نتكلم عن المشاركة هندرسها بشئ من التفاصيل شوي المشاركة لو هي بتشتغل أو ما بتشتغلش تفرق شوي هنا لو هي ما بتشتغلش يبقى المشاركة يعني معنوية أكتر منها مادية يعني بعض الوقت مش كل الوقت معاها في بعض الأمور مش في كل الأمور لأن هي قاعدة وقت طويل في البيت خلاص المشاركة في فترة الحمل والسنة الأولى في الإنجاب تبقى أصعب فترة مشاركة مضاعفة منه وعلى فكرة حبيبي أنت لما هتشاركها في بعض الأعمال جوه البيت أنت هتبقى أكثر سعادة ليه؟ بعد الإنجاب لأنه نمرت واحد الولد ما بينيما هاش أو البنت ما بينيما هاش دي طول النهار بتحول ترميه عشان تعمل شغل البيت فبالليل مصهرها فخلاها عصبية ومعندهاش وقت للنفسها ولا البيت ولا ليك معندهاش خل ما خلاص فأنت عارف أن دي عبق جديد نفسي وجسدي عليها خش خش ارتاحي أنت عود مع الطفل اتمتع بالأبوة اللي يعني تعود شوية الفقر في العطفة المتبادلة وبين زوجتك لأنها مش في الموت دلوقت بتاعك كده خننكلم بوضوع طيب النهار ده في السنة الأولى زوجت دي عايزة طيب وهي مسكينة في الحمل أول حمل وصعوبته ومتعبه هي مش محتاجة جهد منك المشاركة هنا في المرحلة دي هي معنوية نفسية أكتر منها مادية هي عايزة تشعر المتغيرات بتاع الهرمونات والجسم والوزن أن أنت بتحبها والتعبير عن حبك لها أنك بتساعدها هي تأثيرها إيجابي كبير جدا جدا أنك سنل ديها في هذه الفترة ولما أقولي النهار ده المشاركة في البيت المشاركة في البيت بعد أول طفل غير مبع عندي كذا طفل غير مبع عندي أولاد راحوا مدارس إيه دورك وهنا المشاركة في البيت كقيادة روحية كاهتمام بدرسة ولادك سواء على مستوى البيت أو مستوى المدرسة المشاركة بإعطاء وقت لولادك تلعب معهم وتهزر معهم وتنمي علاقتك بيهم دي نوع من المشاركة فانت بتشيل عنها عبء شوية المشاركة مين يجيب الحاجة من من بره كل دي مشاركات يتفق عليها في المراحل الزمنية ما بعد الزواج ويتفق على التفاصيل وكل واحد حسب ظروفه يعني ممكن يكون واحد بيشتغل طول اليوم مثلا ما بيجيش غير وقت صغير بليل واحد موظف يعني إحنا مش بنعطي الزام بشكل معين من المشاركة لكن كل واحد حسب ظروفه تعرف يا نانسي إحنا في طنطة عشان برنامج الأعداد للزواج مختلف شوية مش محاضرات بيحضروها ويسمعوا الكلام وأرجوه كل الكلام ده أرجوه يكون بيسمعوه في المحاضرات إنها ما بيبقى مرشد قاعد معهم بيناقش فقط من ضمنها يوم كامل بيتكلم بس عن المشاركة في البيت وأنا فاكر لما كتبت كتاب في هذا الموضوع إحنا بنبدأ باستبيان الأول نسألهم أسئلة أنا عرف توجهاتهم آه عشان كل أحد يعرف تاني بيفكر إزاي وبعدين بيتاه باستبيان آخر عشان نشوف إلى أي مدى فيه تغيير في استفادة فأنا فاكر وأنا بكتب الاستبيانات كنت حاطت بعض الأسئلة الاستفزازية مستفزة للزوج فأقول له هل ممكن تساعد زوجتك بأنك تمسح البلط أنك تنشر الغسيل طبعا يتخذ طبعا لا طب ممكن تعمل إيه مش هدي أعمل أي حاجة بس ميبقاش غسيل وميبقاش بسح بلط كويس اكتب فلقينا للأولاد عشان ما يعملش دي أو ما يوعدش بدي بيحط حاجات كتيرة أنا ممكن أعمل أممكن أعمل الكلام في فترة الخضوبة ممكن ناصل إلى فكر جديد مختلف من فكر الأباء والأمهات طبعا ومشارك عملية حقيقية نقشوا ده كله أرجوكوا ما قبل الزواج والمهم إنه كمان لما الزوج يعمل كده بعد الجواز ما تجيش والديته تشوفه مثلا بيساعدها بيطبق غسيل بيشيل صفرة مشانا بتعرضت أنت ما كنتش بتشيل في بيتي وأنت ما كنتش بتعمل وأنا كنت مدلعك ومراتك ما خليك تعمل أنت الكلام ده دلوقتي أصلي ماما مراتي ما خلياني أسعد واحد في الدنيا ده أنا أتمنى أعملها أي حاجة ده الرد تعلموا بقى فن الرد تعلموا فن الرد رد على طول ماما أنا أتمنى أن أنت يعني وأنتم باب عاشين بساعدتنا إحنا باتنين بقى بعض لكر بيساعدتنا تقول هيا بيساعدتي مراتك